مقبرة الأوانين مع أنه هي المكان اللي يفترض تتناقش فيه الأوانين ويتصوت عليها قبل ما تنحال على الهيئة العامة للتصويت بس بما أنه مش فعالة وبطيقة وبتعس فلهيك بتنوصف بالمقبرة وأي قانون بيعلق فيها هو بمثابة موت سريرة ما داريت النعي الكبير بالجديدة؟ بس كمان اللي جان ممكن كتير تمرق أوانين بسرعة وبسحر ساحر لما يكون القانون بيخدم السلطة أو في شي من وراء هيك شي منفعة خاصة بهالحالة ممكن مشروع القانون ينقر بجلسة واحدة بس ولا مين شاف؟ على مين دري؟ على مين اعترد؟ المقرر هناك تقوله تعالى يا مقرر ييجي على طول اللي جان مشكلة من نواب أحزاب المنظومة عادة ومن الطائف لليوم ما بتصير انتخابات وكل مرة بنسمع جملة ويبقى القديم على قدمه على الوفاء مالك ماشي لأنه كل اللي جان بتفوز بالتسكية أول مرة في اقتراع حقيقة بعد الاتفاق بين القوى السياسية طبعا على التوزيعة كنا نتوافق هو أحسن شيء توافق كان كنا نتوافق وليمشي الحال وهيك ما في داعي حتى لني قاش كتير من مشاريع القوانين داخل اللي جان لأنه اللي بيصير اتفاق عليه خارج اللي جان بيمرق جوا اللي جان بيسر أما اللي ما في اتفاق عليه فبيتواجه بشو بالعسر والبطء والبطء مش العادة البطء اللي بيجلط يعني اللي بيجيب الآخرة البطء المميت وبينحال لللي جان متل ما بتنحال بالقضاء المصري أوراق المتهم للمفتي يعني شو يعني أعدام ألف ألف مبروخ خون قلب رقبان المشناء من هون أهمية هالمعركة بالنسبة لنواب التغيير حضورهم باللي جان صار أساسي ليقدروا يكشفوا للناس برا لما يكون في عسه تأخيره مماطلة جوا جيين للمضرب الطواب أو لما يكون في شي مشبوه عم بيتصوت عليه ويتمرر بطريقة مريبة خصوصا باللي جان الحساسة مثل المال والموازنة والإدارة والعدل والدفاع والخارجية وغيرهم بالمحصلة فات نواب التغيير على معظم اللي جان ومهم دخول إبراهيم مني مني على لجنة المال والموازنة اللي بالمناسبة رح يضل رئيسة رغم كل شي صار بالبلد براهيم كنعان هلأ فيه براهيم معارض وبراهيم تيار بس الأزمة إنه ما عاد فيه لا مال ولا موازنة بس برضو صوت مشاكس متل ما أسامة سعد قادر يشاكس بلجنة الإدارة والعدل اللي بالمناسبة كمان فيها نيبين مطلوبين للعدالة هني علي حسن خليل وغازي زعيدر ومع كل الهرج والمرج في خمس لجان ربحت بالتسكية وكان جزء مننا نواب تغييريين وما كان يمرق الرئيس بري الجلسة من دون ما يعبر عن زكوريته وزكوريت المنظومي ضد النساء لما حاول يسكد بولا يعوبيان اللي قالت إنه بري رفض إجراء جلسة تشريعية لتسبيت حدود لبنين البحرية فشو جوابها وين كانت هايدي من 12 سنة رح نسكت كرميل زوجة صاحبنا إنت الرجال وإنت يا أخي صاحب الأول والحق والقوة محسيني عليها يعني ما قدري يرد عليها بالسياسة وما قادري يعترف فيها ككيام مستقل بذاته فلازم يستحضر زوجة كولي أمرها لحتى يرد عليها مرت اللقبة شكام شوفك جاي حرداني من عند بيت جوزيك لا تلومي لحالك ما تجي هيك من حالك ولحالك بتلاقي كفلك على الباب متل ما بالجلسة الأولى صرخ فيها ليسكتها اسمعي يا ثلاث وهالشي إيزادل بيدل على إنه النساء عاملين له قلق لدولة الرئيس متل ما فراس حمدين عامل قلق لعلي حسن خليل اللي لما قالوا لا فراس يا ابني جاوبوا فراس أنا مش ابنك أنا زميلك يعني واحد بيستحضر الزوج والتاني بيتعاطب أبوه معناية بجديد ما كأنه حاضرين على فكرة نحن بمجلس نيابة وعم بيحاولوا ياخدوا الأمور متل ما معودين من ثلاثين سنة أهلية بمحلية بخشبشية وبتسكية ومرق للمرق لك بلا ما يكون في أي نوع من الانتخاب ولا المسائلة ولا المحاسبة ولا من يحزمون بس كتير مهم يكونوا النواب التغييريين واعيين إنه المعارك اللفظية ما بتعمل نايب جيد لحالة لأنه المشاكسة مش كافية لتكونوا نواب فاعلين ومشرعين كافؤين وإلا تتحولوا مع الوقت لشو لذكرى خلصني بقى لك لحظة يا لك لح بعد شغلي أخيرة هيكي وزغنونة أنا كتير بهمني اتطمن على النواب اللي سجلوهن بياتهم بالمجلس النيابة مثل ميشال الياس، ميشال المر وتيمور جملات وتوني فرنجية وغيرهم هول ما عملون الرئيس بره بالتسكية لجنة أهل نيابية